أسطورة المحاكيات يرجع بالحلقة الثانية من محاكي الفندق الحلقة اللي طابت ونحن الفندق حقنا واليوم راح نفتح محطة البنزين يعني اليوم إن شاء الله راح نطلع فلوس كثيرة هذا يا صاحبي أعطي نزر اللايك واشتراك معنا في القناة تفعي زر التنبيهات ولا تنزونا بنوصل 22 مليون مشترك ودعمكم على هذه الحلقة راح يخلينا نقرر نحن نكمل مع بعض في اللعبة ولا لا يعني أبشوف دعم أسطوري ونشر أيضا المقاطع عشان كل يطالعوا ويستمتعوا معاني أما الحين خلن نفتري ما نفتري يا جماعة على طول مع اليوم الثاني وأول ما بديت على طول أمطار رعدية مذل ما تشوفنا جماعة المكان أمطار وأجواء جدا جميلة المهم اليوم بإذن الله عندنا مهام جديدة وأول مهمة عندنا يا سيد لازم تفتح محطة البنزين فلهذا أول شيء يبونا نسوي يبونا نروح للكمبيوتر علشان خلاص راح نبتلي نحن نعبي البنزين الخاص بمحطتنا ويبتلي المشروع يكون في صوت أحد ولا قلبة لعبة رعب ولا شنو السلام عليكم والله ها الحبيب موجود طيب شوفني والله شكل تخيل يكون عندك هندق وتقعنا تراقب الجيران لا لا ماينفع ماينفع خل راح شفت شغلنا وخلنا نروح نفتح المحطة حقتنا المهم نجعل طولة جماعة هني وبعدها نروح أتوقع لمكان البنزين هني بس كيف نعبيه خلنا نشوف أقرأ أول شيء يقول لك نروح الدليفوري الدليفوري موجودة هني وبعد الدليفوري تروح للبنزين ومن البنزين هني تحدد كم البنزين لإنت حاب أنك تعبيه فأنا أكمل فلوس هنا من تقريب مع 1200 دولار تمام فخلنا نحاول أن نحن نعبي بـ 50 دولار أتوقع أنه مبلغ تقريبا زي خلنا نرفعها أوكي 50 دولار وخلينا نسوي الطلبية بسم الله الرحمن الرحيم خلصنا المفروض من المهمة هذه الحين المهمة تقول لسيد أفتح محطة البنزين فقبلها شنو هذا شنو هذا خلنا ننظف بس المكان حاجنا همش المكان حاجنا يكون نظيف واني طبعا أسترنحي حقي لحجي حين ما طلعتم من مكانه بس المهم خلنا نفتح المحطة حقة البنزين فهذه بسم الله الرحمن الرحيم فتحناها يا جماعة وهي دقيقة اوكي احنا فتحنا محطة البنزين بس hier when يقول لك انتظر اول زبون في محطة البنزين دقيقة يا جماعة أنا حرفيا ما أدري يا محطة البنزين وين آم هنا أوكي هذه لا مو هذ هي مو محطة بنزين آه هذه هي أخيرة يا جماعة لقينا المكان أوكي هذه الحبيب هذ هي عبي لحالة ولا لازم أنساع له ولا في شي لازم نسوي خلنا نشوف الحبيب راح ينزل وراح يعبي بنفس يا لا تقول لي أنا بنفس يا عبي خلنا نشوف يا جماعة آي ولله لازم أجي أتوقع لا أقولك أوكي 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 جماعة الحمد لله الحبيب بنفسي يجي يا خلنا نشرح للناس المهم الحبيب نفسه يجي ويعبي لنا البنزين المهم جاننا على طول الشخص اللي بعده السلام عليكم هل في الحبيب هذا اول شخص يبينا نعبي له بنزين فانزين كيف حين نعبي له توقع نحن ناخذ من هني ونركب في الموتر ويبتني يعبي على طول استقيق يا جماعة إذا احنا راح نشتغل في هذي نعبي بنزين نشتغل في الفندق وراح نفتح بقالة كيف كثير لحالي مستحيل لأشتغل على هذا كله و لازم انضغطه لني عشان اعبي واذا ضغط شف يعبي صح لازم احاول احطله خلاص صح ولا لا والله ماادر يا جماعة صح ولا لا المهم حبيب حبيب عبينا الحبيب بنزين اتوقع صح اني اعبي هذي كلها يعني هذا اللي فهمته فالحين خلاص يا جماعة عمل موضوع هذا احين مش قاي علموني علموني اشياء كثيرة يقول لك احين ما في كهربة يقول لك ان احنا نقدر نستعمل الجنريتر كمولة طاقة احتياطي المهم حين الطاقة حقتنا طفت فخلنا نشغل هذا نزين وبنحتاج ان احنا نروح هني عندي علامة هني لانهم مكاتبين لي يسيني انت حين محتاج انك تروح وتاخذ اللي هو اللي تعبي فيه بنزين فخلنا نروح بس دقيقة نشوف المفروض ان يكون في المخزن عدنا هني وين مم لا اوكي مو موجودة هني خلنا نحاول نبحث عدنا وين موجود بالضبط هني ايوه هذا هو يا اخوان الحين اجي ااخذ بنزين من اللي عدنا عبيناه خلاص فل وبعدها اروح لمولد الطاقة المؤقت اللي موجود عدنا وتالي في المستقبل طبعا اكيد راح نطور الكهرباء حقتنا ويكون شي متطور شوفوا كيف الجهاز قديم المم عبيناه شوفوا عبيناه تقريبا بالنص يعني لازم مرتين عشان نقدر نحن نعبيه كامل بس مو مشكلة الحين لازم نسحب هذا ورسميا اشتغلت الكهرباء عدنا خلاص خلنا نشغل نطفي النور اللي عدنا واشتغلت الكهرباء عدنا في الليل فمثل ما تشوفون يا جماعة الكهرباء الحين وضعها ممتاز بس هذي الكهرباء مؤقتة يعني منطقية المفروض نحن نطفيه يوم الكهرباء تكون شغالة ولا يا جماعة الحين الشي الثالث واتوقع البارت اللي انتو تحبونه اخوان وهو بارت ان نحن نفتح البقالة الخاصة فينا في الله بسم الله الرحمن الرحيم اولا بقالتنا طبعا موجودة هني هذا هو الشوب حقنا فخلنا كبداية بس دقيقة نشيل الاشياء بس عشان نقدر نحن نفتح الباب وحنا عارفين ان اغراضنا موجودة اللي رح نستعمله من شاء الله فخلنا بس نشيل وو ماي قاد نحتاج ان احنا ننظفه بشكل مطبيعي خلنا بتري ان احنا ننظف الزين ان تقريبا المكان مصبوق والمكان جاهز يعني وحنا عارفين الاغراض كلها حقتنا وين موجودة الحين خلنا نشيل هذا خلنا نحط اهني مثل ما قلت لكم حاليا مؤقت بس بنشيل الاغراض بالطريقة هذي دقيقة خلنا نشيل اللي صدق مستمتع معاي بالسلسلة هذي يعني لا لا تنسلزر اللايك شان نقدر نكمل مع بعض ونستمر بالسلسلة والله ترى رهيبة رهيبة اللعبة لاحط لاحط والتعليقات يعني في عرض كبير ما شاء الله قاعد يقولي سيد اللعبة اسطورية هي ممكن من افضل المحاكيات اللي نزلتم اخر فترة فاحس انه بتستمتعون ان شاء الله معاي اذا كملنا ان شاء الله في اللعبة خلنا نرمي اللي بعده طبعا لحد الحين ما قاعد اكل حطوا في بالكم يا عم مش قاعد يصير لحد الدول الحين ما قاعد اكل لو تلاحظون في وقت تحت لو تأخرت في هذا الوقت الحبيب هذا راح يمشي المهم خلنا نسوي حين اللي بعده طبعا نحنا قاعد نسوي الاشياء اللي اطلع لنا فلوس فخلنا نسوي شفت ماعرف الخط الاحمر معنات انه خلاص لا ما اتوقع اتوقع المطلوب هذا اييييييي تولي فهمت يا جماعة خلاص 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 معنات اللي قبل شوي احنا عطيناه بنزين اكثر من اللي هم محتاج لنا وعطيناه فلوس اقل معنا نتعلم يا اخوان نتعلم من اغلاطنا وان شاء الله تالي كل شي بيكون احسن واحسن خلاص اوكي شلنا كل الاشياء اللي موجودة داخل طبعا اكيد فيه اشياء كثيرة بتحتاجي لتنظيف تالي بس احنا خلنا ننظف الاشياء الاساسية شيل هذا وارمي داخل هذا حق ايس كريم واضح ان نحنا تالي راح يصير عندنا هذا الشي اللي خلينا نحطه حق الايس كريم والناس يجون جسمة يا كلهم من عدنا هنزين الحين خلوني اروح اوجه للمستودع حقنا ونبتري نشيل الاغراض اللي موجودة يعني عدنا هني احنا شوفوا هم كاتبين لنا اول شي احنا محتاجين شلف هذا الشلف محتاجين الثلاجة اه اه مو ثلاجة هذي الممهين الثلاجة ومحتاجين اه حق الكاشير هذا هو خلاص اوكي احنا محتاجين بس الثلاثة اشياء الرئيسية هذي وخلاص بس يا اخي المفروض يكون عندي كمبيوتر يعني داخل البقالة بلال ما كل مرة اروح هناك بس يالله مو مشكلة مم هذا الشلف اش اول شلف عدنا خلونا نخليه مثلا في هذه المنطقة ثاني شي الثلاجة خلنا نجيبها ونخليها حاليا هني وبنحتاج نركب الكهرباء اوكي واخر شي بنحتاج اللي هو حق الكاشير حق الكاشير بنخليه جنب الباب على دقيقة اقدر اشوف بالعكس اقدر اشوف بالعكس المهم خلنا نجيبه هني جنب الباب تدري؟ نسوي بطريقة ثانية وهي هذي احس مرتب اكثر حلو سوي ناحية رتبنا بس تلاجتنا حاليا مو مشبوكة فاحتاج الى مقبس كهرباء فالحين وش تالصوت يا عم في صوت غريب وش الصوت الغريب ادوني زمعته مادري خلونا حين نجي وبنطلب الاشياء اللي احنا محتاجينها اولا احنا منحتاج طبعا نطلب اكل للبقالة حقتنا في انواع الاكل اللي موجود فاوش بناخذ الحين ولا ننسى دقيقية في مقبس كهرباء عدنا عدنا واحد عدنا واحد اوكي خلّا 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 شايدا عشان بعد شوية تروح الضبطة المهم خلنا نجيب مع بعض احين وش راح نجيب وش في هني كلها اشياء يعني ثانوية احين عندك بقالة سيد عندك بقالة وش راح تشتري اول شي اتوقع يبينا ناخذ انواع الاشباس مثلا واحد اثنين ثلاث هات من هذا اوكي المفروض ان انا مو مطالب باني اجيب انواع معينة يعني مثل اللعبة ذيك اوه مثل لو جبت هذا الشي غلط او لا مع ما دل المفروض ما يكون بالطريقة هذي لو تلاحظون في عندنا هذه العلامة معناته ان السعر حقه مرتفع وفي عندنا هذه العلامة معناته ان السعر نازل تمام فانا هني حطيت اشياء في السلة كلهم سعرهم متوسط خلنا نجيب هذا طبعا هذي لكلهم اشياء يعني نفس الحقيقية بس مغيرين اسمهم بس اتوقع هني عندنا المشروبات فعدنا مشروبات غازية خلنا ناخذ هذا مثلا ام نشوف فيه اشياء كثير خلنا ناخذ المشروب الغازي هذا فيه انواع العصاير خلنا ناخذ هذا صار كثير صار كثير دقيقة سيد صار كثير فخلونا اقدر سوء الطلبية ولا احتاج شيء اكبر اتوقع عالي اقدر سوء الطلبية سوء اوردر سوء اوردر خلنا نشوفوا الطلبية حقتنا كيف راح تكون بس السؤال يطرح نفسه هل انا لازم اروح للكمبيوتر ذاك ولا فيه امكانية اني اجي اه مافي كمبيوتر هني اصلا والله هذا فايل فيه كمبيوتر طلع مافي كمبيوتر طبعا خليت بالطريقة هذا في هذا الخط اتوقع انا ممت اتوقع الزبائن راح يوقفون ك خلنا نقول كيو راح يوقفون هني لانتظرون بعض في هذا الخط فلو خليت برة يعني ما راح يضبط راح يوقفون الزبائن برا فانا ما ببي المشكلة هذي ستصير انزين في عندنا كاستمر جاي حين أبعرف أن البنزين حقنا كم أتوقع أني لازم أروح للكمبيوتر او ماي جاد لازم أروح للكمبيوتر عشان نشوف البنزين حقنا كم تقريبا الممجان للحبيب خلنا نشيل هذا نحطه هني وبعدها نبتدي نعبي للحبيب اللي هو طالب من 16 لتر وقف لا بعد 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 خلاص 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 طبعا قاعد أعطيهم زيادة مع السلامة مع السلامة قاعد أعطيهم طبعا زيادة بس حس مو مشكلة عادي يعني أنا سويت طلبيتي المفروض نسويت طلبية وصل والله ما عرف هو وصل ولا بيوصل والمفروض حقه آه بيوصل أوه خليت التوصيل بطيف لهذا رح يوصل في وقت متأخر شوي من اليوم هلوني أنام نصحيت في وقت دقيقة نصحيت اليوم اللي او ماي جاد نصحيت متأخر بزيارة يا جماعة أتوقع نحنا اليوم الثالث الأمطار لحد الحين موجودة شيل الأشياء شيل الأشياء دقيقة بوديهم بخليهم قريبين من البقالة حقتنا طبعا لحد الحين ما فتحنا البقالة حطوا في بالكم ولحد الحين ما شغلنا الكهرباء حقتها فبنسوي هالأشياء ما عليكم بس خلنا نشيل أغراضنا أوكي دقيقة سكر هذا وسكر هذا ونقول للحبيب إنه يتوكل على الله أوكي خلنا نشيل أغراضي وبجيب حين مع الحق الكهرباء عشان حط في الثلاجة الأشياء المشروبات الغازية وغيرها والأشياء الباردة أشيل من هذا حطه هني كم أوه هي تحتاج بنزين كثير فخلني أضغط واللي بتري نعبي بنزين هي كم محتاجة 11 11 أوكي لا بعد 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 وقف أوكي خلصنا أوكي البنزين حقنا قليل البنزين حقنا قليل وفلوسنا كم فلوسنا 1200 الحين بعبي بنزين كثير خلاص عشان مو كل شوي الروح ونجي ونجي فبنعبي بنزين حين أكثر من الطبيعي نروح للدليفري نروح للفيول والروح كم هذا ثلاثمائة وخمسين دولار يلا عنا كثير يا جماعة بس يلا سي سي لا تنسى هذه هاتوا إياك هنروح فالمخططة الحين نحن نجيب هذا خلنا نركبها هني هات هذا وركب حلو شغلناها فأوش أبأخذها لا 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 دقيقة 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 يا عمي شلون هذه كنترول اي أوه ماي جايد ما دري ما دري كيف بس المهم خلنا نجرب نحن انحط مو صح دقيقة 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 سيد دقيقة سيد ثوانيا سيد لازم أفتح تعالي أبتري أشيلهم تعالي أبتري أحط مو صح سيد نزلهم نزلهم حاليا نزلهم خلنا نعبي بنزين للأخ يعني ما جل الحين ما جيت للحين هيموتهم عبين لها دونم عبين لنا ما صار لها وقت اللي هن خلنا بس نعبي لها بنزين شعر سريع خلاص أوكي عطتنا فلوسنا خلنا حاول نستوعب النظام حق هذا الشي كيف نقدر نحن نعبي edit tag ما عرف المهم هذا هني يعني لا بالغلط بالغلط دقيقة احط اوكي وين قا يروحون فيتر ما عندي في انفتوري الو وين قا يروحون للشياء اللي قاعد اخذهم اه جماعة دقيقة لا مستحيل مستحيل اوكي الاشياء اللي كانت عندي اختفت حرفيا ما اعتقد هذيلة هني هذيل هذا منطقيا يكون هني بس هذيلة فيهم شي في مشكلة لازل ما حاول احلها ما ادري شنو بالضبط فبحاول بحاول استوعب الموضوع دقائق اوه هذي بي بنزين كثير رقيقة وقف اوكي حلو خلاصنا منا هذلك عبب بنزين اتوقع جعب بلنا البنزين اوه رقيقة في شي هناك في شي وش صاير هني نرورك نشوفه جماعة وش اللي صاير اوه لا دقيقة يبينا افتح المحل حقي للكستمر لا يا حبي دقيقة خلنا حاول اعرف كيف وحط لغراض تالي خلنا اخذ هذا خلنا اخذ هذا ونجرب لا مستحيل مستحيل حبيبي دقيقة حطنا دقيقة اوكي نحط حلو كيو انحدد اوه انحدد المكان مثلا هني حق الاخضر اوكي وهني والله خد كثير هني حق الاسود وهني حق الاصفر تمام ساوي سيف وهات هذا لا 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 اقدر اني اشيل منه كثير اتوقع وابتري احط والله يا جماعة طلع المو انا طلعت اشتريت بضاعة كثيرة والله والله بضاعة كثيرة ما لا داعي يا عمي التحكم التحكم صعب خلنا روح اشوف هذا بس نعرف للتحكم زين امورنا كلها بتضبط المهم ما في كهرباء اوهو انا طلعت الكهرباء لحالها ما في بنزين يا السلام سلم ما في بنزين دقيقة وين اه هذا هذا كنت بقول هذا وين واسطلاع موجود معانا المهم دقائق اطي والله عندي مشكلة ثواني ثواني دقائق ثواني او دقائق ما ادل المهم انت حاول تعرف هي دقائق ولا ثواني نعبي بنزين ونشغل هذا ونروح للحبيب نعبي له بسرعة لانه يبي يمشي مستعجل فهذا يبي 15 لتر فخلص البنزين ما شاء الله انا اسف والله خلص البنزين ما عندي بنزين اش يسوي يا الله انا مو دوني قبل شوي طالب بنزين قبل شوي طالب بنزين بمبلغ كبير وينها وين البنزين حقي يقول لك ما يسي تطلب لنا اصلاع فيه سيارة جايب تعبل لك بنزين متى رح توصل متى متى رح توصل ان هذا السؤال اللي قاعد نسأله متى رح توصل طولنا علي تحالنا حين اقدر افتح البقالة حقتي بس انا طالب بضاعة عملاقة جدا مالها داعي لهذا خلنا خلنا نخلص لهم هاي دي قايق ونفتح المحل رسميا فتحنا محلنا الجميل مثل ما تشوفون صار خلاص موجود والروح اه لا هلا ما عندي بنزين يعني عشان اكون معاك صريح ما معاي بنزين خلك مكانك المحل حقنا هني مفتوح والبضاعة حقتنا موجودة هات هذا خلنا هني الحين سؤال انت محتاج انك تاخذ من داخل صح ولا لا لا ما انت تبي تشيل من داخل انا ما ببقى شيل واحد اذا واحد واحد ما راح اخلص اذا واحد واحد ما راح اخلص فايوه بالطريقة هذة اني جاء نشيل اكثر من واحد عندي احساس ان سيارة البنزين تقريبا وصلت واذا وصلت صدق فبنحل المشكلة كبيرة المهم شيل وخلنا نبتلين نحط اكثر ويحطوا في بالكم ما حطيت اسعار لحد الحين يا عم يا عم يركز كيف اغير السعر لا 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 والله يا جماعة اللعبة بتجلطني من ناحية تحكم من ناحية تحكم اللعبة تجلط حق البنزين ما جاء حق البنزين ما وصل ما مادريش اسوي يا جماعة حق البنزين طول علينا وهذا منه بعد اه هذا جه حق البقالة دقيقة اهلين وسهلين يالا والله اول زبونا عندنا في بقالتنا الغير متواضعة اللي سيئة بزياء من من وين جبت الرمل هذا كله حسن أشر المهم وش مشترية اه اثنين اوكي مش مشترية من زود البضاعة اللي عندك جاي داخل سوبر ماركت ما في شي ما في شي سيد المهم لازم احاول ان settle اخدم الناس بشكل جيد علشان نقدر انحصل تقييم زين الحين هذا الحبيب حاب أنه خلاص خلص وقته فحاب أنه يمشي يعني خلاص أكلمه ويعطي لنا فلوسنا وعطاننا المفتاح حقنا فارجع للمفتاح رقم واحد للمكان نفسه طبعا المكان هذا المفروض أنه يتطور تالي في المستقبل ويكون في النقنة جدا كبير وللا ما يكون مثلا فيه فقط غرفة واحدة رح يكون فيه إن شاء الله غرفة كثيرة أنا مواثق من موضوع البنزين أنا طلبت بنزين وماجا فممكن أحاول مرة ثانية معاه يمكن نجي خلنا نطلب مثلا بكمية بسيطة 100 ما قاعد يجي يقول لك الحق التوصيل already جاي يعني خلنا نسوي reset vehicle لأن أحس أنه فيه خلل صاير فسويت reset على ما يجينا مرة ثانية لأنه حين قاعد يسبب بمشاكل أن الزبائن قاعد ينجون وما قاعد ينحصلوا ببنزين في أحد ما في أحد هنا المهم خلنا نبتري أنه نشيل بعد من البنزين بنزين؟ بنزين شنو؟ نشيل من الشبس الأصفر والله أقد البنزين نشيل من هذا الأصفر لو سووا طريقة أسهل في أن نحن نشيل الأشياء بيكون أكيد أفضل بس يعني لازم يعني شوي تشتغل يا سيدة لازم تشتغل شوي ما عليك خلنا نحوط عمي يا عمي مش لتحكم هذا عند إحساس أن الخير جاي يا عمي وين هذا حق البنزين؟ والله العظيم ما ديش أقول لكم يا جماعة حق البنزين سرقني يا أخوان تعونا ثاني حلقة ونسرقنا على طول وين حق البنزين؟ وين الحبيب؟ دافع له مبلغ كبير دافع له 300 دولار ما أدري كم ما قاعد جي والله ما ديش أسوي يا جماعة خسم بالله بلشة أوهو خلنا نسوي edit edit tags وفي هذا المكان أنا شنو اللي موجود معاي أنا اللي موجود دقيقة اللي موجود معاي شنوه بالضبط ما أعرف هذا لا مو هذا أتوقع اللي موجود معاي هو هذا خلنا نشوف هذا صح؟ يا أخي ما ينحط والله ما أدري كيف أحطي يا جماعة ما ينحط حاولت معاه حاولت معاه ما ما قاع يضبط فيبيه الضار طريقة معينة عشان يضبط معانا خلنا نحط أزيد في عدنا يا جماعة مهمة على اليمين تقول يا سيد حان وقت تنظيف الغ يا عم عسى ما شر هذا سوى كارثة في المكان أول شي محتاج أن أاخذ الأشياء المتوسخة هذا زين باخذهم بوديهم للغسالة اللي عدنا في الهني داخل في عدنا غسالة يا جماعة فبروح بوديه بس يا أخي هذا والله العظيم مشكلة يلا المعلم علي المهم خلنا نحط سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا الله يا تحكم تحكم قزم بالله هاسب اخوان قزم بالله هاسب تحكم تحكم تعبان أحتاج شيء أركب في الكهرباء لأنه ما معاي كهرباء لهذه فلازم أجيب يا أخوان اتوكلوا على الله لأني ما راح أجيكم وما في حراء عبد لكم من زين أنا الوحيد اللي موجوده هنا ترى ضروري أحتاج موظف يا أخوان مو موظف أحتاج موظفين أحتاج موظفين كثير يشتغلون عدنا المهم آآ دقيقة إحنا عدنا توقع هني المكيف ما قاعد يشتغل صح ولا لا والله ما أدري والله ما متأكد أحتاج مقبس كهرباء عشان نشغل الكهرباء ونشغل الغسالة حقتنا ما شاء الله مريت على كل شيء موجود لحد الحمار طالعنا قاعدت على كل شيء خيرا لقيته يعطونا ثمانية لست جو أوكي خلنا أخذ ثمانية والله لفيت كل شيء عشان أقدر أحصل المنفاس لأني أبي بسرعة ما ببغي أطول بشكل كبير بس حاليا أنا شكلي بستعمل مؤقتا بستعمل هذا نشيل أه تركها تركها لو سمحت كيف أيزر أيزر لخلنا أسحبها أوكي المنطركنا وخلنا نشيل هذا ونروح نركب ونغسل الأشياء ركب هني وهات هذه وركب هني هات هالثنين وحطهم داخل أوكي بعدم دينا زيادة المخدَّ نحتاج لحنا نحطها صراحة مو متأكد المخ���َّ من الأشياء اللي نحتاج لحنا نحطها أفلي أوكي تقريباً فل حطه اهني وعدنا كم مشكلة تقريباً حالياً أتوقع أوه هنا يزال لققيقا لققيقا جايينكم السلام عليكم يلا تفضل التعامن أه ارتأخ أنا ما حصلت تقييم زيئ لن أتأخر تبش كبير شكراً لكم 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 المهم دعنا نأخذ هذه دعنا نأخذ هذه دعنا نأخذ هذه دعنا أنا قاعد حصلت قائم ضعيفة بسبب أن الناس قاعد يجون وما قاعد يلاقون أحد يشتغل لهم بالذات في المنطقة ذيك خلص من هنا سلام عليكم حياكم الله هلا وش مشتريين؟ شبس أهلا وسهلا هم شبس أنت مرحباً المهمة اللي بعدها تقول يا سيد ارفع سعر الغرفة نروح للغرف ونرفع سعر الغرفة حقتنا كيف؟ اذا تبي ترفع سعر الغرفة اتوقع انك لازم نزيد أشياء الظاهر نهاية الماء لازم نحاول دقيقة ما راح خليه تدخل الحين الغرفة رقم اثنين اوه يابوني نشتغل على الغرفة رقم اثنين اتوقع ان هذا ممكن نشتغل عليها خلال الحلقة الجاية بس الشي الأساسي يابوني نحاول ونرفع الغرفة الأولى كيف نقدر نرفعها؟ نضيف أشياء إضافية نضيف خدمات إضافية وبنقدر نحن نرفع سعر الغرفة يو الله هذا كي كان بعبي بنزين كثير والله العظيم مشكلة والله حرام اني ما قدرت ما قدرت اني يشتغل وساعدهم والله العظيم مشكلة يا جماعة بالنسبة لغرفتنا الحين انا اتوقع اني بخلي بخلي الاخت يعني تكون داخل تمام اتوقع افضل يعني نقدر نحنا نكلمها اه بس بنعطيها الغرفة راح تجلس كم يوم اوكي لازم نحط المفتاح دقيقة كيف؟ دقيقة انتظر دقيقة اوكي راح تجلس نجي المفتاح نطحني ونكلمها فأخذ المفتاح تقولنا الغرفة موجاهزة لحد الحين يب لا اش في هذي؟ عزم عشر بسم الله الرحمن الرحيم هي مسكون ولا شنو؟ اه اوكي انا قلت لها انتظر الدقيقة فهي فعليا انتظر الدقيقة خلاص اذا ندمنا الموضوع بالطريقة هذي استوى؟ هذا استوى خلاص خلاص روح نوديها لاني لازم اودي المنشفة وخلاص سيكون كل اشياء اللي مسجلة في الموقع ان بتكون موجودة تكون موجودة صدق يعني لهذا خلنا نجي ونحط المنشفة الاخيرة نسكر نسكر الغرفة خلاص جاهزة والمفتاح موجود ونقول لها شنو؟ ليش مجأ؟ يا الله وش اللي ناقص؟ وش اللي ناقص الغرفة فيها ذاك سرك شيء؟ اه يا جماعة حق الله يكرمكم اوراق المرحاض يا ليه هذه الابعدة حين لازم لازم تركز مع كل شي تقريبا عشان تقدر انك يعني ما تجي بالعيد لازم اشتري من هذا المفروض يكون عندي مخزون صراحة اه صح عندي دقيقة كم باقي وقت؟ ثلاثين ثانية اه ما في وقت يا جماعة كنت راح اخليها تدخل اعتقد عندي اذا ما خبضني اذا ما خبضني ايه عدنا 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 كنت راح اشتري اجي يا الله يلا تحقكم ينرفز ينرفز المهم تيك ون لا لا تيك ون يا حبيبي كيف تيك ون تيك فرومبوكس يب هذي خنروح نودي ونحطها هناك اتوقع ان الاخت بتمشي خليناها تنتظر كثير وبتعطينا تقايم سيء الحين يا الله والله اسف قسم بالله اسف والله العظيم اني اسف خلاص كل شي تمام كل شي تمام اوكي المفتاح موجود وهذا الاخت جتنا سلام عليكم اوكي اثنى عشر ساعة ممتاز بس اثنى عشر ساعة فراح تعطينا مبلغ بسيط انزين يعني بتقعد بس نص يوم ما راح اطول تقريبا في المكان ونجيل هني سلام عليكم هلا وسهلا اوكي المكان في اضاءة ولا شده اشوف ظلام انا واللي بعدها ايوه واللي بعدها لو سهلة بالحبيب اطمية طيب وخلصها منهم البقالة ماتجي بفلوس كثير يعني الصراحة يا جماعة البقالة ماتجي بفلوس كثير البنزين هو اكثر شي يجي بفلوس فيبيلي موظف يشتغل في البقالة ويبيلي انا اشتغل في البنزين واشتغل تقريبا على الفندق هذه الاشياء بنحاول نحن نشتغل عليه ان شاء الله خلال الحلقة الجاي لهذا يا اخوان لا تسول لايك واشتراك وبدعم كبير عشان اعرف نكمل مع بعض في اللعبة ولا لا سلام